السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم عليهادي علي الفيديو لهذا اليوم رح يكون شرح لموقع هذا الموقع يمكنك من تصميم الصناديق والعلب والرسائل والأكياس لأي منتج بطريقة سهلة وسريعة واحترافية في نفس الوقت الرابط الخاص بالموقع موجود أسفل وصف الفيديو بعد ما يتم الضغط على الرابط وفتحه ورح يظهر الموقع بهذا الشكل مثل ما تلاحظون الموقع يحتوي على مجموعة كبيرة جدا من التصاميم اللي تحتاجه مثلا عندي هذه الصناديق هذه العلب هذه عندي أكياس الحليب أكياس بشكل آخر أو رسائل مجموعة من التصاميم ممكن تختار أحد هذه التصاميم وممكن تقوم باختيار أحد هذه التصاميم وإضافة القياسات اللي تحتاجه الطول والعرض والارتفاع أو قياسات ثانية إذا كانت موجودة رح ينطيك التصميم بشكل دقيق وبقياسه الحقيقي فعلا فمثلا خلي أجرب هذا الصندوق اللي موجود أمامنا شون أقدر أحصل على هذا الصندوق هنا أنا منطيني مجموعة من القياسات أقدر أحدد وحدة القياس اللي أستخدمها السنتيمتر الملم أو الانج أي قياس أحتاجه مثلا سنتيمتر هنا أنا أنطي عشرة هنا مثلا ثمانية وهنا على سبيل المثال 23 أنطي إنشاء وأنتظر بعض الوقت مثل ما تلاحظون أنطاني تصميم العلبة اللي أحتاجها فهذه العلبة بقياسها الحقيقي طبعا أنطانيها بصيغة PDF ممكن أحملها خلي أرجع وأجرب تصميم آخر أو قالب ثاني مثلا أريد أصمم ظرف لرسالة هنا أحدد الطول والعرض مثلا 12 في 20 أنطاني هذا التصميم وهكذا مع كل التصميم الباقية طبعا هذا الموقع ممتاز جدا لأنه ينطيك القياسات بشكل دقيق واحترافي ممكن تستخدمه في تصميم أي علبة لأي منتوج أو أي صندوق وعندي مجموعة النماذج مثل ما تلاحظوها أمامنا ومثلا أريد أصمم مثل هذه العلبة أيضا هنا نرح أنطي القياسات اللي يحتاجها ومثلا وضعت أنه من هذا المكان أختار وحلة القياس أنطاني التصميم أو القالب الخاص بالتصميم لهنا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو إن شاء الله يكون واضح للجميع وضعت موقع هذا الموقع اللي يمكنني من تصميم الصناديق والعلب لأي منتوج والظروف والرسائل وطريقة استخدام الموقع بسيطة جدا كل اللي عليك أنه تختار التصميم اللي تريده أنت بعدها تقوم باختيار وحدة القياس الانج أو السنتيمتر أو الملم وتنطي الأبعاد فمثلا هنا نعندي مجموعة من الأبعاد طبعا هنا نموضح لك مكان الأبعاد أو موقع الأبعاد هذه الرابط الخاص بالموقع موجود أسفل وصف الفيديو إذا كانتكم أي سؤال أو استفسار بإمكانكم متابعتي إذا عجبكم الفيديو اضغط على لايك وإذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك في القناة واضغط على سبسكرايب حتى توصلك كل الفيديوهات اللي موجودة في القناة ممكن تراجعون القناة تحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات في مختلف المجالات نهاية كلامي تقبل وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله